مرحبا طلابنا الحلوين كيفكم اليوم؟ اليوم إن شاء الله رح نبلش بالدرس السابع عشر من مدى التربية الإسلامية آداب زيارة المريض بداية في قصة قصيرة بدنا نحكيها وبعدين نتناقش في الدرس غاب يوسف عن المدرسة فسأل المعلم عنه فقيل له إنه مريض فقال المعلم علينا أن نحدد موعدا لزيارته لأن الإسلام حثنا على زيارة المريض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض إذن يوسف بالمدرسة في يوم من الأيام غاب عن مدرسته فلما سأل عنه الأستاذ عشان يتفقده فحكوله أصحابه أو حكوله اللي بيعرفوا أنه مريض فالمعلم قال لأصحابه أنه علينا أن نزور صاحبكم ونحدد موعد لزيارة يوسف ليش؟ لأن الإسلام حثنا على زيارة المريض بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم عودوا المريض ولكن قال المعلم لأصحابه لا يوسف أنه إحنا لازم نتبع آداب ونجاعيها لأنه هو مريض فكان لازم نعرف شو هي الآداب اللي إحنا لازم نتبعها عند زيارة المريض أول إشي اختيار الوقت المناسب لزيارة يعني أنا لما بدي أزور المريض ما بروح عليه بالوقت اللي أنا بيناسبني بروح عليه بالوقت اللي هو بيناسبه لأنه ممكن يكون نايم ممكن يكون تعباني كتير بوقتها مش قادر أنه يستقبل أي إنسان زائر ممكن يكون في عندهم ظروف معينة مثلا ممكن يكون في عندهم ناس صعب أنهم يستقبلوا زوار تانين فهي كليات هالأمور يعني لازم إحنا نراعيها فلازم نختار الوقت المناسب للزيارة وطبعا هذا الإشي بيكون هلا حاليا لأنه فيه تكنولوجيا فيه موبايلات فيه اتصالات بيرنوا على مثلا أهل المريض والله إحنا حابين نزوركم اليوم في مثلا الساعة 6 شو رأيكم يا أما هم بيرحبوا وبيحكوا أهلا وسهلا أنه الوقت مناسب بالنسبة لأيهم يا أما بيحكوا الله إحنا منعتذر منكم صعب شوي شو رأيكم تأجلوها مثلا للساعة كذا أو تأجلوها ليوم تامي فإذن إحنا لما بدنا نزور المريض لازم نزوره حسب الوقت المناسب إله هو مش المناسب إلنا إحنا ثاني إشي الدعاء للمريض بالشفاء بقوله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إذن إحنا لما نعرف أنه في حدا مريض من من لي بنعرفهم أريبنا إخواننا أصدقائنا بغض النظر دائما لازم ندعي لهم بالشفاء العاجل ونحكي لهم ندعي لهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو يشفيك إذا كانت بنت ثالث أدب أو ثالث نقطة إحنا لازم ندعيها لما نزور المريض عدم إزعاج المريض بإطالة الزيارة وغيرها يعني أنا لما بدي أروح أزور المريض أو مريضة ما بروح وبعد عنده ثلاث أربع ساعات وغدا وما غدا وأغلبهم معانا إحنا منجوح عشان نطمن عليهم فلما بنتطمن على المريضة أو المريض داخدهم الساعة ساعة إن كترت لكن إحنا نجوح ونظل نقعدين عندهم ونغلبهم كثير والمريض يكون مثلا تعبان بده ينام يكون مثلا عنده حاجات معينة بده يسويها في عنده أمور بده يعملها فإحنا لازم دائما نجاعي إنه إحنا منجوح زيارة خفيفة لطيفة نطمن عليه بسرعة وبعدها خلاص منروح ما منطول عندهم لأنه إحنا مش راحين زيارة زيارة عادية وقعدة وضحك ومضحك يعني أوكي هذا الإشي ممكن يصير في حالة الزيارات العادية لكن المريض بيكون بيحتاج لوقت للراحة ممكن يتعب فجأة ممكن ما يكون عنده قدرة على إنه يظل مستمر على استقبال الزيارات يعني بده يرتاح في النهاية لأنه مريض فإحنا منزور المريض ولكن ما منطيل الزيارة عنده وما منزعجه كمان ما منحكي مثلا بصوت كثير عالي اللي يأثر عليه ما منصير نتصرف تصرفات غير لبقة مثلا عنده فإحنا لازم نكون خفيفين لطفين ونداعي إنه هو مريض وهيك طلابنا الحلوين منكون إحنا خلصنا درس آداب زيارة المريض ترجمة نانسي قنقر